ان تنتقل من خانة التفرج في اللعبة الى خانة المشاركة امر مثير بكل تأكيد فبعد ان قبع السودان بعيدا عن المجتمع الدولي لوقت طويل ها هو يعود من جديد ليلحق وينضم بمصاف الدول الاخرى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب التي اخرت كثيرا تمهد بحسب معطيات الساحة السياسية للتعامل بتكنولوجيا متقدمة على الصعيد الالكتروني وعلى الصعيد الاقتصادي فقبل عدة ايام زار السفير اندرو يونج يمورية السودان بصفته المسؤول الاعلى رتبة من القيادة الامريكية لافريقيا والتي وصفت من قبله خلال لقائه رئيس الوزراء السوداني بانها خطوة ستعمل على تقييم وتعزيز مصالح الولايات المتحدة وسودان في الحكم الرشيد ان الانتقال الديمقراطي في السودان ممكن بسبب الاجراءات الشجاعة للشعب السوداني وحكومته الانتقالية التي يقودها المدنيون اكدنا لرئيس الوزراء تأييد الولايات المتحدة مرحلة الانتقال التاريخي للسودان نحو حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية لاستعادة كامل عضويتها في المجتمع الدولي نحن كشركاء في هذه العملية فقد اكمل وزير الخزانة الامريكي للتو قرضا تجسيريا بقيمة مليار دولار لتسهيل وصول السودان الى التمويل الدولي نائب قائد القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بحسب بيان صادر من اعلام مجلس السيادة الانتقالي ذكر فيه ان لقاء تطرق لمستقبل العلاقات السودانية الامريكية وسبل بناء وتطوير علاقات استراتيجية بين البلدين وفد الافريكوم التقى وزير الدفاع السوداني ورئيس هيئة الاركان وثان لقاء قدم وزير الدفاع تنويرا حول اتفاق السلام ومجرية انفاذ الترتيبات الامنية زيارة الوفد العسكري الامريكي للسودان زيارة بحسب صحفيين تضع السودان في خانة المشاركة بعد كونه موضوعا في خانة المشاهدة فخصوصا بعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ينتظر من ان يساعد ويساهم في القضاء والحرب على الارهاب مصطفى الزيواوي السودان الان 24 الهرطوم ترجمة نانسي قنقر